بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو شركة جديدة من الشركات الواعدة في شركات التمويل لكنها للاسف لديها عيوب كثيرة جدا طيب ايه FX2 Funding ده اسمها وهي شركة امريكية طيب تعال بقى بالاسفل كده نشوف حكايتها ايه طبعا هو بيقولك انت تاخد 85% بروفت شير ده امر ممتاز جدا وقال لك لا يوجد time limit خلاص لا يوجد حدود زمنية ومينموم trading days لا يوجد ايضا فكل الامور سهلة واشتغل كما يحلو لك وكسبيرت وكل حاجة جميلة وان ستيب طبعا التقييم مرحلة واحدة فقط تمام طيب جميل جدا الكلام ده كله لكن تعملي الاكاونت 200000 ب 1800 دولار يا راجل معقول الكلام ده تعملي ب 1800 دولار ده بقى 100000 ب 900 دولار يعني انا مش عارف الوضع الاسعار كان فين يعني الخمسين الف ب 500 دولار ده اكيد ما شافش باقي الشركات الخمسة وعشرين ب 315 الخمسة وعشر الف ب 315 الخمسة وعشر تلاف بمية خمسة وعشر دولار تمام؟ فطبعا لا بيعيب هذه الشركة لديها عيوب كثيرة للأسف طبعا هو تقدر تشتغل هجة تقدر تشتغل وقت الاخبار كل شيء متاح وتقدر تترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع ومليمام تريد الجناز 0 مفيش اي مشكلة ومرحلة واحدة ومطلوب منك تعمل 10% قمت عن طلب منك تعمل 10% اللي هم كالعشرين الف بل الحساب 20000 معقولة تعملي الماكس درو داون 10000 خمسة بالمية تعملي 10 000 وانت مش طلبت منك عشرين الف طبعا تعمللي الماكس درو داون 20000 وعمللي الديلي لوز اليومي 8000 يعني هو فرق ايه عن الماكس درو داون فرق 2000 يعني ده اربعة بالمئة وده خمسة بالمئة لا كلام صعب جدا واسعار مبالغ فيها جدا من الشركة الحقيقة طبعا وطبعا حساب المئة شاء زي ما انت شاء لو جيت قرر انت بقى هذه الشركة بماي فاند اف اكس طب ما ندخل ماي فاند اف اكس وهدفع تسعمائة دولار او هدفع مثلا ما يقارب تسعمائة سبعة وشرين دولار في الحساب اللي هو ايه لان هتدفع باليورو لحساب المئتين وليس المئة ماي فاند اف اكس هدخل حساب المئتين وهيكون التراجع الخاص بيه هو تمانية بالمئة ستاشر الف تراجع الكلي بدلا من خمس تلاف هنا تمام لا ده هدفع نفس الفلوس وهيكون تراجعي ستاشر الف الماكس درو داون والديلي لوز هيكون تمن تلاف تمن تلاف في حساب عزرا عشر تلاف في حساب المئتين الف خمسة بالمئة خمسة بالمئة تراجع يومي في ماي فاند اف اكس وتراجع كلي تمانية بالمئة تمام افضل من هذي الشركة بمراحل طبعا طبعا هنا بقى طبعا السحبة عن طريق ديل في هذي الشركة مفيش اي مشكلة هو بقى بيقارن ما بينه وبين Ftmo و TFT و MyForex Fund طبعا انت ليه بتقارن نفسك ب Ftmo و TFT و MyForex Fund هل التلاتة دول عندهم المرحلة الواحدة؟ لا لما تيجد قارن قارن المنافسين الحقيقيين لك من هم المنافسين الحقيقيين؟ هي Ft plus و MyForex Fund لانه هم الشركتين اللي عندهم مرحلة واحدة وفي شركات اخرى ظهرت على الساحة معهم يعني برضو المرحلة الواحدة لكن دول زي مايقولوا ابرز شركتين اللي هم استحوزوا على حصة سوقية الفترة الماضية MyForex Fund و Ft plus انت بتقارن نفسك ب Ftmo وعملت قولي اصلا مرحلة واحدة و Ftmo مرحلتين و TFT مرحلتين و MyForex Fund مرحلتين ايوه هم عاملين برامج مختلفة عنك خد الشركات اللي هي عاملة نفس البرنامج الخاص بيك هنا طبعا انت Minimum Trading Days 0 و Ftmo 20 يوم 10 و 10 و TFT Trader 6 ايام ثلاثة و ثلاثة و MyForex Fund 10 هنا Time Limit لا يوجد هنا 30 يوم 30 يوم 30 يوم 30 يوم هنا Stop Loss غير مطلوب هنا مطلوب في Ftmo هنا TFT مطلوب ايضا MyForex Fund مطلوب Weekend Open Position غير يعني مسموح به يعني ترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع Ftmo من قال لك انه مش مسموح ترك الصفقات في Ftmo حساب السوينج ما مسموح به TFT في بعض الأكاونتات صح و MyForex Fund في بعض الأكاونتات ما فيش أي مشكلة لكن انت برضو المقارنة انت بتقارن نفسك بمين انت بتقارن نفسك بمين يعني احجام حسابات مختلفة وأنظمة مختلفة فلا وجهة للمقارنة إطلاق طبعا أنا تقييمي للشركة ما فيش أي مشكلة يعني الشركة انت عايز تشتغل فيها لكن أنا مش لا أحبز مسألة اللي انت تدخل فيها ليه لأن نفس الأسعار دي تقدر تشتغل مع شركات أخرى وتاخد خدمة أفضل تمام وهو مشكلته أنه عامل تقييم مرحلة واحدة وعشان عامل تقييم المرحلة واحدة بيشترت عليك شروط صعبة جدا منها أنه هو الماكس درو داون خمسة بالمئة وأيضا الأسعار مبالغ فيها جدا فلا يعني بدون مراجعة وبدون ما طبعا تراسط بوليت الخاص بيهم أليل جدا لكن في مراجعات على اليوتيوب كثيرة عنهم وبيتكلموا عنهم بشكل جيد لكن أنا مش حابب هذه الشركة بصراحة شديدة لا رشحها لأن حكاية 1800 دولار دي دي كثيرة للغاية بصراحة الرسوم غير طبيعية غير الرسوم كمان أنت ليه عامل الخمسة بالمئة تراجع الكل دا خمسة بالمئة لا مش حلوة مش حلوة لازم تراجع كل دا يبقى عشرة بالمئة أو تمانية بالمئة يعني لازم يكون فيه وجه للمنافس علشان تقدر تقول أن أنا شركة تمويل وأقدر ينافس طالما أنت عملت المرحلة الوحيدة لازم تنظر للشركات اللي هي عملت المرحلة الوحيدة انظر إلى MyFundedFX وانظر إلى Ft Plus انظر للشركتين دول شوفوا عاملين إيه وقدروا أنهم يستحوزوا على حصة سوقية قد إيه يعني أنت بتتكلم Ft Plus بكوبون الخصب أنت بتحصل على الحساب المئتين بتمنمية وتسعين وMyFundedFX بتحصل على الحساب المئتين بتسعمية سبعة وعشرين تسعمية وتلاتين لأن الحساب باليورو تمام؟ على حسب سعر اليورو وصاد الدولار تسعمية وتلاتين حساب المئتين فأنت جاي تقولي حساب المئة بتسعمية دولار يعني عاجل مش كده يعني مش كده هدفع لك الف وتمنمية عشان تراجع خمسة بالمئة فانا توقيمي سيء لهذه الشركة أنا مليش دعوة هي ذاتة مصدقية عالية ولا لأ لكن هي أسعار مبالغ فيها ده رأيي في هذه الشركة ابتعد عنها لو عاوز تدخل شركة من هذه النوعية اللي هي المرحلة الوحدة يبقى عندكم شركتين أفضل شركتين في هذا المجال MyFundedFX وإفتي بلاس شكرا جزيلا لا تنساش لايك وشير والاشتراك في القناة شكرا جزيلا